يسعد اوقاتكم اهلا وسهلا فيكم على قناتنا فكرة وطبخة مع ام احمد لو اول مرة بتزوروا القناة بتمنى تناولوني بالاشتراك وتفعلوا جرس الاشعارات حتى يوصلكم اي فيديو جديد بالنزلة في فيديو اليوم ان شاء الله رح نعمل مع بعض كبكيك التمر رح نعمل معه سوس التوفي بطريقة كثير بسيطة وناجحة بنكلة القرفة والجوز طعم اكثر من مميز وصفة صحية بتناسب الاشخاص الصحيين مشبعة ممكن انه تكون كسناك وممكن انها تكون كوجبة افتور خلينا نشوف كيف طريقة التحضير سبق انا نزلت على القناة هاي الوصفة وكانت على شكل كعكاء كبيرة اليوم ان شاء الله رح نعملها بالكبكيك ورح تطلع كتير ناجحة وهشة وخفيفة اول خطوة عندي 10 حبات من التمر اخترت حبات تكون حجمها متوسط بنضف منها النواة طبعا بعد ما غسلتها بحطها بصحن يكون يعني الى ارتفاع لان رح اضيف عليه كمية من الماء المغلي طبعا تعادل كوب من الماء هلأ اول خطوة هاي بنعملها قبل ما نبدأ بتحضير الكعكاء حتى يكون التمر جاهز لوقت الاستخدام هلأ بضيف في البداية نص كوب بعد هيك بضيف نص ملعقة من الكربونة وبعد هيك برجع اضيف النص كوب الاخر حتى اضمن انه كل حبات التمر اتغلفت بالماء رح استخدم لهاي الوصفة اليوم شاف الكوكتيل رح احضر فيه الخليط رح ابدأ بوضع بيتين مع نص كوب من السكر مع ملعقة صغيرة من الخال وربع ملعقة من الفانيلا هلأ بالنسبة للسكر انا هون ضفت نص كوب مقدار كوب ممكن اضيفه لانه انا رح اعتمد على حلاوة التمر فما بحب منكتها تكون كتير مسكرة بعد ما اضربهم لمدة دقيقة بابدأ باضافة التمر اللي كنت انا حضرته رح يدوب تماما مع الخليط بخلطه لمدة دقيقة بعد هيك بضيف عليه المنكهات اللي رح نضيفها طبعا اللي هي القرفة والجوز كوب من الجوز المقطع ورح اضيف القرفة بمعدل ملعقة صغيرة انتبهوا هون اني انا ضفت نص كوب من الزيت النباتي ممكن انه ما ذكرته لكن في البداية ضفته مع السكر والبيض هلأ رح ابدأ باضافة كوبين من الطحين بالتدريج اذا حسينا انه الخلط اللي عنا ما عنده القدرة على خلط كل المكونات ممكن نساعده بالملعقة بهذا الشكل بعد هيك بنرجع نضربه لمدة نص دقيقة رح استخدم انا اوراق الكابكيك هدول الجاهزين وممكن اذا مش متوفرين بنفس سنية الكابكيك تدهنوها بالزيت واللتحين وتصبوا الخليط مباشرة فيها رح يعطينا نفس الشكل لكن هون انا عملتها بالورق حتى ممكن انه نعطيها لولادنا على اللانش بوكس او على الشغل لطلاب الجامعة ممكن تكون قطعة عن جد مشبعة وصحية ومحفوظة بطريقة منيحة هيك صاروا عندي جاهزين لادخلهم للفرن ادخلهم على الفرن لمدة 25 دقيقة الخبز كله على الرف الوسط من الاسفل ما رح اشاغل الشواية ابدا لانه رح ياخدوا هادا اللون من الاسفل مجرد ما يكونوا جاهزين باختبرهم بالعود الخشبي وهيك بيكونوا جاهزين باتركهم ليبردوا جانبا وهلا خلينا نحضر السوس هو كوب من السكر الحبيبات بضيفها بمقلع على نار متوسطة لتبدأ الدوب ويتغير اللون بقلب من الخارج للداخل يعني هون بتبدأ عملية التقليب باستمر في التقليب بصورة سريعة والنار هلأ بتصير منخفضة تماما لانه ما بدي يحترق واحصل على لون التوفي الحلو يعني هادا اللون هو اللون اللي انا بديه باستمر بعملية التقليب حتى ما تدوب كل حبيبات السكر تماما شوفوا هالخطوة الضرورية هلأ هون بضيف كوب من الماء لكوب السكر ضفت له كوب من الماء وبصراحة انا ضفت اقل من الكوب يعني 3 ارباع الكوب حتى احصل على قوام ثك يعني يكون سميك بهاي الصورة اللي حضرناها هلأ بضل احرك باستمر ما تخافوا بس يكون له اطار عالي للمقلية اللي راح تحضري فيها لانه وقتها راح لما نضيف الماء راح يرتفع الخليط فما بدنا نوسخ حولينا او يكون قريب علينا باستمر في عملية التقليب لتدوب الماء مع السكر اثناء هاي الفترة بضيف ملعقة كبيرة من الزبدة هي يعني تعادل مكعبين شوفوا كيف هلأ بتدوب الزبدة تماما شايفين كيف تغير قوام التوفي حتى لونه عن جد كتير رائع ومميز هذا التوفي ممكن انتو تحضروا بتحطوه بالتلاجة يضل عندكم لست شهور ما يتأثر بديل للجاهز وبطريقة معمول ناجحة ومميزة هلأ نستمر بعملية التقليب لتدوب الزبدة مع الخليط هلأ هون بضيف عليهم معلب قشطة اي نوع قشطة انتو بتستخدموه هلأ شوفوا البخار بلاش يرتفع ببدأ بالتحريك باستمر بالتحريك طبعا انا هون مستخدمة لسباتيولا حتى اضمن انه كل المكونات عمددوب مع بعض طبعا النار عنا منخفضة وهيك صار معنا التوفي جاهز شوفوا ما شاء الله القوام اللي طالع معنا ما احلى واللون اللي اكثر من مميز دابت معنا القشطة تماما صار مذاقو اسميك شايفين كيف اللون اكثر من رائع هلأ بالنسبة لصوص التوفي ممكن انه اول ما تحضروا تحسوا انه خفيف مجرد ما نتركه يجمد على الاقل يعني برد لمدة تقريبا عشر دقائق رح يعطيكم كثافة مش طبيعية شايفين كيف هلأ ممكن نحتفظ بالتوفي لمدة ست شهور متل ما حكتلكم بالتلاجب علبة محكمة الاغلاق رح يحافظ على النتيجة اللي حصلنا عليها شوفوا هاللون ما شاء الله المميز هلأ هون متل ما حكتلكم علبة زجاجية محكمة الاغلاق وتكون معقمة بضيف فيها السوس شوفوا كيف حتى قوامه صار اتغير هلأ صار عنا صوس التوفي جاهز بارد والكعكة باردة وجاهزة هلأ بنبدأ بعملية التزيين على وجه الكعكة بهذا الشكل بتعطيها حلاء وشكل وبنزينها ممكن بقطع الجوز صحة والف عافية بتمنى تكون عجبتكم وصفتنا لليوم يسعد كل اوقاتكم ما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس اهلا وسهلا فيكم واستنونا في فيديو جديد ووصفة جديدة وان شاء الله بتكون وصفة ناجحة اضيفوها لوصفاتكم اللي شفتوها على القناة يعطيكم الف عافية اشتركوا في القناة